استمعت إلى وجهتين نظر من سيد هاني المصري وسيد صواف. سيد هاني يرى الكثير من النقاط التي لم يتم الاتفاق عليها حتى هذه اللحظة. في حين يرى سيد الصواف أن النواية الصادقة كافية للتفاهم حولها. هل باعتقادك بالفعل النواية كافية للتفاهم والمضي قدما في إجراء الانتخابات؟ أم لازال هناك الكثير من النقاط العالقة التي كانت تفجر أي خلاف في المرحلة المقبلة؟ يعني وحدها بالسياسة وحدها النواية لا تكفي بدون شك. هناك مجزرة جرت في القانون في القضاء الفلسطيني كله. المواسسة القضائية بكل محاكمها الآن جرى عمليا تفريغها من مضمونها. واصبحت الآن تدار من قبل الرئيس محمود عباس وحده. وحتى تجاوزات لا علاقة بالنظام الأساسي. كل هذه القضايا صمتت عليها حركة حماس والفصائل الفلسطينية في القاهرة. بمعنى هذه قضايا جوهرية تشير بوضوح أن العملية الانتخابية بجملتها أو برمتها عمليا تتنقصها. أو بلحرة هناك ثغرات قد تؤثر على النزاهة وكذلك حرية التصويت. في قضايا تم تجاوزها ولم يأتي الحديث حولها حول على سبيل المثال الترشيح لموظفي القطاع العام أو المؤسسات العامة والأهلية. حتى اللحظة مربوطة بموافقة مسؤول هذا المرشح أو هيئته. إذا غابت ولأن كل شيء يدار فلسطينيا للأسف بشخصنا وكيدية سياسية وثأرية للأسف الوضع غير مطمئن. اجتماعات القاهرة عمليا برأيه لم تخرج بشيء جديد إلا كما ذكر الأستاذ هاني المصري قبل قليل. إلا إذا كان هناك بمعنى شيء آخر لم يظهر في الإعلام بمعنى تحت الطاولة. كمثلا أن نتفق على حكومة وحدة وطنية بديلة عن الانتقابات أو أن نذهب بقائمة مشتركة. وأنا أرى ذلك أيضا جزء من المناورة السياسية لأن قائمة مشتركة بين فتح وحماس دونها الكثير الكثير بالمناسبة وإشكاليات. وبالتالي إما أن نكون فعلا نجاهز أو نمهد الطريق لتأجيل الانتخابات لمرحلة قادمة. وبالتالي نبحث بين الفصيلين عن تشكيل حكومة وحدة وطنية. وبالتالي تأجل الانتخابات إلى فترة رائعة.